نتائج الانتخابات الأمريكية 2020 وما الذي يحتاجه ترامب وبايدن لتحقيق الفوز الناجز تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا إبداء رأيكم ودعمنا عبر الضغط على زر الاشتراك ولايك للفيديو ليلة الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية على وشك التحول إلى أسبوع انتخابي وهنا شرح مبسط لما يحتاجه المرشحون للفوز بالبيت الأبيض اقترحت استطلاعات الرأي قبل يوم الانتخابات نتائج محتملة تتأرجح بين فوز مريح لجو بايدن وبين احتمال ضئيل لفوز دونالد ترامب حيث يخسر التصويت الشعبي الوطني عدد أصوات الناخبين على مستوى عموم البلاد لكنه يظفر مرة أخرى بما يكفي من الولايات الحاسمة بسبب عدد ممثليها الذي يضمن له الفوز في المجمع الانتخابي ما هي الولايات الحاسمة الرئيسية؟ لكل ولاية عددا من الأصوات المجمعة الانتخابية ويحتاج المرشح إلى الفوز ب270 من هذه الأصوات ليضمن الفوز في الانتخابات فالولايات أريزونا 11 سود وفلوريدا 29 وجورجيا 16 وكارولينا الشمالية 15 وبنسلفانيا 20 وأهايو 18 وميتشيجان 16 وسكنسن 10 وبعد فرز الأصوات الذي بدأ منذ الليلة الماضية وحتى ساعات الصباح الباكر بات احتمال أن يحقق بايدن أغلبية كاسحة غير مطروحة واحتمال الفوز في حدود ضيقة وباتت القضية الآن مجرد مسألة وقت عن من سيفوز وكيف ومتى سنعرف ذلك وقد أعلن دونالد ترامب بالفعل فوزه واتهم خصومه بارتكاب تزوير انتخابي ولكن ببساطة هذه ليست هي الحال في هذه المرحلة ولا يزال هناك الملايين من الأصوات التي تم الإدلاء بها بشكل قانوني في عملية الفرز ولم تحسم نتائجها بعد والآن وبعد ظهور نتائج كثير من الولايات في الصباقة الانتخابية على المستوى الوطني انحصرت تنافس في عدد قليل من الولايات الأمريكية منها أريزونا وجورجيا وسكنسن وميتشيجان وبنسلفينيا ويبدو ان ولاية أريزونا تميل نحو بايدن ما يعني ان المرشح الديمقراطي يجب ان يفوز بإسنتين من الولايات الثلاثة المعروفة باسم الجدار الأزرق لعام 2016 وسكنسن وميتشيجان وبنسلفينيا لضمان الفوز ويعد بايدن متأخرا في الولايات الثلاث حتى الآن لكن الأصوات المتبقية التي سيتم عدها ستصب في مصلحة المرشح الديمقراطي وربما بما يكفي لتقدمه نحو الأمام ولا يزال هناك أكثر من 1.4 مليون بطاقة اقتراع عبر البريد متبقية لإحصاء ولاية بنسلفينيا وقد يستغرق الأمر أياما لفرزها كلها ولم تقدم المدن الكبرى في ميتشيجان، ديترايت، ويسكنسن في ملويكي بعد تقارير كاملة عن نتائج التصويت فيها ومن المتوقع أنها ستميل بشدة نحو الديمقراطيين وعلى الرغم من ولاية جورجيا تعد بطاقة رابحة في هذا الصباق لكن ما بدأ هناك في أن ترامب يتجه إلى فوز مريح في وقت سابق من يوم السلساء قد انتهى الآن إلى تعادل ونتائج متقاربة بين المتنافسين وتأخرت نتائج الفرز في مدينة أتلانتا المؤيدة لبايدن بشكل غير متوقع بسبب تحطم أنبوب مياه في موقع لفرز الأصوات وأن فوز الديمقراطيين في جورجيا يعني أن على بايدن أن يسيطر على واحدة فقط من ولايات الغرب الأوسط وما كان يبدو أنه سيناريو كابوسي في الصابق أخذ في التبلور الآن مع زعم بايدن أنه في طريقه إلى الفوز وإطلاق ترامب الاتهامات لم يقدم براهين عليها عن تزوير الناخبين وصرقة الانتخابات إنها وصفة لإثارة الضغاء والقراهية ومعركة قضائية طويلة تنتهي بشعور أنصار الطرف الخاسر بالغضب والتعرض للخداع وعلى الرغم من أن النتائج النهائية غير معروفة بعد إلا أن ما بات واضحا من خلال ليلة الانتخابات هو أن الولايات المتحدة لا تذال دولة منقسمة بشكل حاد ولم يتخلى الناخبون الأمريكيون عن ترامب بأي طريقة ذات مغزة كما أنهم لم يعطوه ذلك النوع من التأييد المطلق الذي كان الرئيس يأمل فيه بدلا من ذلك تم رسم خطوط المعركة وستستمر الحرب السياسية بغض النظر عن من سيفوز في هذه الانتخابات على وجه الخصوص